النقطة التانية واتكلمتي فيها مبرح سريعا في أستوديو الأشبال في مباراة الأهل والزماكن اللي احنا زيناها لحضراتكم مبرح على الهواء مباشرة علشان وقت الأستوديو التحليلي فالنهار دا عندنا وقت ان احنا نتكلم فيها باستفادة ربطة الأندية المحترفة ودي فكرة جميلة وقلنا هنا تكرارا ومرارا قلنا دي فكرة جميلة هتطور الكرة المصرية النادي الأهلي ندى بها من زمان تكون موجودة ربطة تنظم الدوري ربطة تكون على مسافة واحدة من جميع الأندية وخلي بالكم الكلام اللي بقولوا ده تكون على مسافة واحدة من جميع الأندية ما بتدخلش في اختصاصات الأندية هي بتنظم بطولة الدوري علشان يكون عندنا بطولة قوية تقدر تفرز لاعبين جيدين للمنتخم برح سمعت مدخلة للأستاذ أحمد دياب رئيس الربطة في إحدى القنوات وهو بيتكلم عن مشكلة حصلت مع بابا فاسيليو مدرب المحلة معنا دي مبارح وهو بيتكلم بيقول أصلنا روح علشان أوضح الليحة واتكلمت مع النادي الآخر اللي هو كان رايح له علشان ما ينتقلش ليه هو النهار ده دور الرابطة إنها تروح توضح للأندية ولا فيه مفروض لايحة قبل انطلاق المسابقة بتروح للأندية الرابطة بتوزع لجميع الأندية وكلهم بيروا الليحة دي هل من دوري أستاذ أحمد دياب إنه يروح لنادي ماء علشان يوضح الليحة ويساعد الأندية حلو جميل إنك تساعد الأندية الشعبية بس كان من الأولى إنك توقف وتسند النادي لأهلي في نهاية دورة طال أفريقيا لما الكل اتفق عليه على قال كنت تطلع بيانته دين الشخص المخطئ لو أنت النهار ده بتتكلم من منطلق مساعدة الأندية الشعبية دي أول نقطة النقطة التانية لو أنت بتتكلم ويتقول إن أنا ساعد الأندية الشعبية طب ما نادي أصوار نادي شعبي كابتن رابطة السين مشي من عنده كنت ممكن تروح توجه توضح وجات النظر للإبقاء على كابتن رابطة السين الحاجة التانية كابتن يا هاب جلال في المصري كنت ممكن تروح توضح وجات النظر عشان الإبقاء أتمنى كل واحد بيعارف مهام عمله ويكون على مسافة واحدة من جميع الأندية الشيء التاني لما رابطة الأندية بتحط ليحة علشان تنجح المسابقة من الأولى أن رابطة الأندية هي التي تنفذ اللائحة اللي هي كتبها وبعتها الأندية بمعنى لما يكون في عندنا ليحة عقوبات ومكتوبة الفريق اللي يخطئ يتغرم الفريق الجمهور اللي يخطئ يتمنع المشجع الفلاني عندنا ليحة وخلي بالكو كلنا أشدنا بالليحة دي ومسكناها فصصناها حتة حتة لدرجة قولنا جيد أن الملعب يتبلى قبل المباريات ويترشف المال عشان يدي سرعة فالنهاردة لما عندك ليحة أنت أولى الناس تحترم الليحة دي لما يكون فيه شغف في مدرج ويكون فيه تكسير لكراسي في مدرج طبق الليحة أنا مش بقوله هو في الجمهور أنا بقولك ارجع للليحة الليحة موجود فيها غرامة يبقى نفذ الليحة هو ده الأولى أنا بقولي الكلام ده أنا بقولي الكلام ده وإحنا لسه ما زلنا مساندين لربطة الأندية إحنا معاها ومؤمنين إن ربطة الأندية هتطور لكن زي ما بقول ما تنساش إنك على مسافة واحدة من جميع الأندية ترجمة نانسي قنقر